شاورا جاتسي كومستاطي عاملين النهاردة جعنا لكم برنامجنا فاتشري فاتشري وقناتنا انبارا كونسارا علشان الناس اللي تفرجت على حلقة المقاطع اكيد عندها تساؤلات كتير جدا فانا عملت الحلقة بتاعتنا النهاردة عشان نرد على كل التساؤلات طب يا طرق هي التساؤلات هو ليه مره نطقنا للحرف مره نطقنا بالشي ومره نطقنا بالك طب ليه بقت الجي جي وبقت جي لما دخلت على بعض الكلمات في المقاطع تسمعها وبعض المقاطع تانية اسمها عادي كل دي هربت عليها النهاردة في اسئلتنا وتابعوا معي الحلقة للاخر هتستفدوا منها كتير وهتتعلموا ازاي تفرقوا وتنطقوا صح اي كلمة تجوا قدامكم من غير ما تتلغبطوا بطريقة اول مرة تسمعوها اول مرة تاخدوها وثالثة جدا فاتلي 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 يلا بنا نشوف مع بعض الاول كانت ايه المقاطع وايه الكلمات اللي احنا نطقناها بالشكل ده لما جينا قرينا لالترا تي قلنا كا كاني كو كورو كوشينو فانا تقطع ك ك ك ونزلت تحت كملت وقلت قل قلت تشاي تشاستو ايه ده؟ هي مش لسه كنا نطقها ك ك وبعدين قلت تشاي تشيلياتك تمام ماشي ايه ده؟ ورجعت تاني قلت كي ك هايلن وكي كي يابين هو لي شوية كأ وشوية تشيء وبعدين ليه ما قلناش الكأ فوق برضو وكل ده اللي أنا بكلمكم عنه النهاردة تعالوا يلا بقى من خلال الكلمة اللي انتوا شايفين هدول نشوف الموضوع دقيب الزاب هو احنا مش عندنا في الانجلش حرف السي ليس بيتنطق في الالفا بتيعني سي وكمان بيتنطق في الكلمات بعض الاحيان سي وبعض الاحيان ك نفس الفكرة بالزبط في الاطالي هو في الالفا بيتو اسمه شي احيانا بنطق تش 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 زي ما هو في الالفا بيتو واحيانا تانية بنطق تك فبيعوضني عن حرف الك اللي ما بقاش موجود عندي في الاطالي طيب بكل بساطة ركز جويس جدا واسمع اللي هقولو لك ده اول ما تلاقي حرف اللي تشي جاي ورا اي اي بالاطالي اي او تلاقي ورا حرف ال اي يبقى وانت مغمت كده بانطق تش 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 فببدأ أكثر وأفتحها لحسب الفوكالي اللي أنا قلته دلوقتي لو جي وراء الإي فهقول تي زي ما قرينا من شوية تي الياد ولو جي وراء إي هقولها تي زي تيستو بس كده يبقى هم مع الحرفين دول بس بنطقوا تي 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 طيب أي حاجة غير كده هنطقها ك خلاص بقى كل الحرف الأبجادية و باقي الفوكالي اللي هما الآ والو والقو هانطقوا بالك انت ركز في نطق اللي تشov وأي حاجة تانية بالك فلما جيت حطيت الآ قلت كا زي كان ولما حطيت الآ قلت كو زي كارو ولما حطيت الآ قلت كو زي كو كوشينو كوشينو اللي هي المخدة صح كده؟ طيب لو جي ورا اي حرف تاني بعمل الفابيته زي حرف ال ال مثلا فهقول كلق 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 وابدأ افتح واكسر على حسب البوكالي زي مثلا كلاسي اللي هو الفاصل طيب في حاجة كمان ده انتي قريتي برضو الك في حاجة تانية اقول لك اه مش انا لسه بقول لما يجي اي حرف تاني غير ال اي و الاي بانطقة الك عشان كده لما جي حرف الاكا اللي هو ال اتش الاكا طبعا في الايطالي لما بيجي في اول الكلمة ما بيتقراش بيبقى موتة حرف سايلاند لكن ليه دور مهم جدا جدا في قواعد النوت انه ما بيجي بعد حرف اللي تي لانه حرف من باقي حروف الالفابيته كلها زي زي ارية حرف تاني بانطقة ك ك ك فلما جالي الاكا بعد اللي تي نطقته بالك و جي ورا البوكالي اي بابا اسمها ك ji زي لما قلت لكو يا با مفتاح ولما هيجي برده وراً الاكا وورا حرف الاي همطقها ك ك ك ك كي زي ما قلتلكو ك كثير ايه ده؟ احنا مش قولنا الاي والاي النطق باقى تشاي تشي اتحشرت كده في النص دخلت في النص بينهم عشان لما حب انطق كلمات بالي والاي بس انطقها بالك منطقهاش باللي تشيء عشان كده جدور الاكا هنا غير لقعدة النطر لما وفاصل زي ما انا قلت القعدة العامة ان اي حرف غير الاي والاي بانطق او ك فحطينا الاكا بما انها ملهاش نطر في النص عشان انطق بالي والاي بالكي والكي فكده انا حفزت على قعدة النطق الاساسية اي و اي تشي تشي وعرفت القعدة التانية ان هي حرف الاكا بيخلي النطق ك ده كده باختصار شريط جدا لالترا تي يبقى اي اي تشي تشي اي حاجة غير كده ك فهقول كا كو كو كي كا اهو قريتها لكم الخمس حروف متحركة اللي عندي طيب نروح تاني على حرف التشي تشي 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 اتفقنا بنطق التشي تشي تشي مع الاي والاي طيب ماشي لو عايز اقول تشا تشا هعملها ازاي اللي هيسمع ويكتب هيقوللي تشا هيكتب حرف اللي تشي وحرف الا هيجي يركز فيها اي ده مش احنا خدنا دي اسمها كا عشان جاي بعد اللي تشي حرف الا طيب هحل المشكلة دي ازاي هقولك هو اللي بيخلي النطق تش 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 هتقوللي الاي والاي هقولك خد الاي حطها في النص فهتبقى تش اي ا اسمها تشا والتي اي اسمها تشو تش اي اسمها تشو يبقى تشا تشو 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 ليه عشان انا حطتي الاي اللي بتخلي النطق تش 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 فخلتني انطق صح بس باستخدام الحروف التانية يبقى انا كده عملت تبديل للنطق بتاعي بقيت تشا تشو تشو كده اخلصنا اسمعوهم اكتر من مرة شوفوني وانا بحرك شفافي في كل حرف واعملوا زي زاكرون كويس وزاكرون كويس في اي وقت وانتوا ماشيون في الطريق حطوا الهيدفون كده واسمعوهم اكتر من مرة هتلاقوكم بقيتوا شطرين جدا واعملوا كده دايما في كل حلقاتنا هتستفادوا منها كتير قوي اشوفكم على خير الحلقة الجاية ما تنسوش تستركوا في القناة الاول مرة تشوفوني وقال لي رأيكم في الكومنتات عشان ده بيدعمنا جدا ان انا اكمل واشوفكم على خير المرة الجاية معاكم سورة البحالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة